سلام لبنات نتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم لبنات جبت لكم زوج أكلات بحرية سردين في الكوشة محمر وهايل بطريقة أمي وأيضا جبت لكم طاجين أو بلا من الدوراد بالخضر رائع جدا طبقوه وعينيكم مغمضين وإن شاء الله يعجبكم في بيوتكم لنحكموا لبنات ربع حبات طماطيش نديرهم في طاجيني طيبو مع شوية ملح يعني منزيدوا لمال أولو بعد نحكم هذه الطماطيشكي الطيب نطحنها بالبراء نصفيها ونعود رجحها للطاجين الطيب نزيد لها فقط ملعقة صغيرة من سلسة الطماطم وورقة رند وقليل من السكر ونخليها تثقال جيدا معي بعد نطفي عليها نحتاجها في آخر الوصفة سردين اللي بنات بعد ما نقيته وتبلته نجيب معي كيس بلاستيكي نحط فيه الفارينة وشوية ملح أو كيس وراقي على حسب الموجود عندكم نرمت في هذا كل السمك ونديروا في بلاتو مغلفاتها بالبابي الداليمينيوم والبابي دكويسون نسطفوا جيدا وندير عليها رشة خفيفة من الزيت يعني ما يكون لكش الزيت راح يطلق هو الزيت ديروا في الكوشة على نار 180 درجة من تحت ونخلي حتى يتقلم معي جيدا بعد ما نحص بالحوت انتعي طاب يعني هو 4 ساعة فقط سردين بالخفي طيب نحي هذا البلاتو ونقلبها في بلاتو ثاني نكون مغلفاتها بالبابي دكويسون ويجي رايع يا البنات نعاود نقلبه ونزيده لا زيت لواله الزيت من نور فيه اللي باقي يهبط التحت ويعاود يتحمر من الجهات تحتانية ستكون يا البنات تروعة ولذة من أروع ما يكون كانت تديرهم ميمتي الله يطول في عمرها بارك ما كانوا ش عندهم الأوراق الألمينيوم وأوراق الطهو احنا را عدنا كل شي متوفر الحمد لله لكن بنت زمان ماشي كما بنت ضرك رانا نديروا لماكسيمو منحيوا تقاليدنا وطبخاتنا الجزائرية وهذه من بين الطبخات اللي كانوا يديروها أمهاتنا الزمان والجيل الذهبي يعرفوا ش رانا نقول يعني ما تشقاوش تقولوا أكلة تركية وطريقة مش عارفواش احنا الجزائريات كانوا أمهاتنا يديروا بهذا الطريقة في الثمانينات كانوا يستحفظوا على الزيت يعني الأم كانت مدبرة في المنزل فكانت تدير خلطات بسيطة اقتصادية وتجي نتيجتها بنو وروعة أما الطاجين الثاني لبنات فهو بلا دوراد بالخضر رائع جدا نحكم بلاتو لبنات نغطيه بالبابي داليمينيوم وورقة طهو نجيب شرائح بصل شرائح طماطم نستفهم في البلاتو نحط الدوراد اللبنات من الفوق يعني بعد ما نظفتوا قصصوا شوكوا نحط في بطنه فقط حبيبات منه أو شرائح ثوم وقليل من الزعتر ونستف فوقه البطاطا يعني شرائح بطاطا في الميكسور راني حطي تزوج حبات طماطم كمشة من القصبر والمعدنوس والثوم والكمون والتحميرة والملح وعصر الليمون ونخليهم ينطحنوا جيدا حتى تشكل معايا سلصة طرية نرشها من الفوق لبنات نديرها رشة رائعة من فوق نغطي الخضر والسامك نزيد رشة من الزيت واللي يحب الزيت الزيتون هو حار ندرته بزيت المائدة أيضا ملحه يعني يلنسي الملح نغطيه بالفيل أو بالبابي داليمينيوم وندخله للفرن الابنات ندخله للفرن ندير عندي النار من التحت عندي الكوشة كبيرة نديره من النار من التحت ونخليه طيب جيدا يعني حتى تدخل الخضراء يعني البطاطا الطيب والسامك نشم ريحته يعني تكون ريحته قوات نحي عليها هذا البابي داليمينيوم والورق الطهو ونشوف البطاطا إلا كانت بطابة ليمليح نشعل على النار من الفوق وخليها تتجمر جيدا ويجي من أروع ما يكون واختياري يعني أنتي وما بغيتي بغيتي من تالي تزيدي لشرائح الليمون وقت الطهو أو تخليها لآخر وقت الأكل الثنين هذو اللي بلاطوا لبنات صحيين ورائعين وخفاف عن معيدة واقتصاديين ويعطوك نفس البنة والله اللي روعة جربوهم ما تندموش السردين خدمته بطريقة أمي كانت تديره كما هك في الكوشة وتأخذ حبات سردين ودير لنا عليهم صلصة الطماطم بلا سوس يعني يديروها تزيريين بزاف لزار جغوة ويجي رايع وألذ ويعني مما يكون وأحسن من ذاك المقلة يدير التخمة ويزيد لكم الكوليسترول يعني طبقين صحيين بامتياز نتمنى يعجبكم وينارضاكم تحياتي أختكم أم أسيل إلى اللقاء فيديوهات قادمة بحوله تعالى وأكثر وصفات نافعة سواء في المطبخ أو في التجميل درت لكم طاجين الدوراد بسلصة الجزائرية ودرت لكم السردين بسلصة الطماطم العادية في البيت نتمنى تعجبكم إلى اللقاء